في حالة عدم استجابة الجهات أو وحدات الانفاق خلال فترة 120 يوم سوف نقوم بتحويل كامل التقرير بالحساب الختامي إلى الجهات القضائية والجهات التحقيقية اللي هي هيئة النزاهة باحتبارها جهة تنفيذية وإلى مجلس القضاء الأعلى للدعاء العام لمتابعة هذا الموضوع 120 يوما هي المدة والتي منحها مجلس النواب للجهات الحكومية التي أثبت تقرير الحسابات الختامية لعام 2007 ارتكابها مخالفات مالية لإجراء تعديل عليها وتسوية جميع الأموال المترتبة بذمتها وبخلافه سيكون البرلمان ملزما بإحالة هذا التقرير للنزاهة والقضاء الإجراء الوحيد الذي يستطيع المدس النواب أن يقوم به هو إعطاء مدة 120 يوم لتعديل هذه الملاحظات أو المخالفات التي ثبتتها للقابة المالية وبعكس يتم رفع الملف إلى القضاء والنزاهة لتأخذ مجرعها بالمحاسبة هذه الجهات ولم يقتصر تقرير الحسابات الختامية لعام 2007 على تحديد جملة من الخروقات والمخالفات المالية التي سجلت على الكثير من الوزارات والدوائر الحكومية ما أدى إلى فقدان مبالغ مالية طائلة وكبيرة فقط بل أكد وجود فائضا في الموازنة نفسها بلغ قرابة 16 تريليون دينار في حين بلغ الفائض المتراكم لسنوات 2003 و2007 أكثر من 52 تريليون دينار فكيف يمكن المصادقة عليها إذا هي الحسابات الختامية غير مكتمة ولم يتم معالجة ملاحظات ديوان الرقابة المالية من قبل بعض الوزارات في الحكومة يرى بعض المختصين إن حالة هذه الملفات والمخالفات المالية إلى النزاهة والقضاء هو تسويف للقضية في عدم تمكن هذه الجهات من الوصول إلى سراق المال العام من بغداد محمد صباح المدى